السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير في أحسن الأحوان إن شاء الله الله يدخل لكم على رمضان إن شاء الله بصحة والسلامة الوصفة اليوم هي وصفة الحلويات الخيزة التي تكون موجود في هذا الوقت هذا وتكون فرش واللون دياله حمر وحلو مزاف فأنا غدي ندير هنا هي ثلاثة كيلو ديال الخيزة سوف نقسمه ملاجيش ديال الوصفة كيلو ونص للوصفة ديال البودينج بالخيزة وكيلو ونص وصفة ديال حلوة ديال الخيزة التي تسميها في مكة وهنا في باكستان وهنا في الهند كي يسميها حلوة غاجر غاجر باللغة الأردية كتعني خيزة فهنا شديت خيزة كامل يعني حيطي القشرة وقطع تستكريوسة دياله حيطي حتى الداخل دياله العرق دياله يعني هو وخاذ عماخي الزوحلو ولكن ما يجبنيش العرق بعد المراز كي يكون مر أو لا ما يجبنيش كي نحيده يعني بصفة نهائية سوف ينبعد طحنتهم في الماكينة هاد الحلويات غادو كي يكونوا زوينين هي ماشي حلويات يعني بسكوية ولا شي حاجه حلويات يعني الحلوة اللولة كيف ما غدي نشوفو هي حلوة ديال بودنك نزيد فيها الحليب والسكار والفواكه الجافة والمكسرات وذلك الشي اللي كان نغنيوها شوية كتكون عند قيمة غدائية عالية وكن نحليوها بالحاجه اللي بغينا يعني كي يحلي بالسكر العادي كي يحلي بالسكر الأصمار كي يحلي بالعسل يعني كل واحد الدوق ديالو والحلوة الثانية اللي هي حلوة غاجر هي كتكون حلوة يعني مغير مقلية في السمنة كيف نقول وحنا يا الزبدة الصافية تقدروا تطيروا الزبدة وتحيدوا من الحليب تبخوها تحيدوا من الحليب و تلحوا فيها هذا الزيت وصافية كيداد عليتها هي المكسرات وكيداد عليها الكويا كويا هذي واحد النوع ديال ما نقول لكم حلوة وهي يعني كيف قوي تبخو الحليب كيف قوي تبخو زف 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 حتى كي يولي في حل بيست في حل المعجون يعني تقدروا تقولوا قريب شوية الحليب المجفف فانا اول حاجة غاد نشوفو كيف نصيبه غاجر الله غاجر الله هي الخيزو بودنغ لكي نصيب الحليب فاول حاجة شديد كيلو ونصدر الخيزو كيف ما كتشوفوه هنا قسمتهم على جوج طنجرات حيث داك المادية اللي بخرتم بزيان بقيت كنحرار كفيتة تبخر وعاد زد مع القاكبير ديال السمنة أو الزبدة صافية قليته فيها مزيان glşان جيان 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 حتى شربها داك الماداق وعاد بت BEIST انزيد في الحليب الفلحيل القاعدة الاساسية ديال هاد البودنغ هي اه Kilo أو لكل كيلو ديال خيزو او جوج الثرو فييال الحليب فانا بت Luther كانزيد الحليب شوية بشوية اه تاجي اه توصل человеч Ireland 30c او ثلاثة يطر الحليب فكانوا عندي نفط ناجر مفارقين بقيت نزيد شوية بشوية ولكن كيف قلت لكم القاعدة الأساسية هي لكل كيلو ديال خيزو جوش كيلو يعني الدوبل دياله حليب فأنا بقيت نزيد شو بشي وكان نشوف واش تنجرة غادي تقبني واش غا تهزليه ولا لا فالحمد الله ما اطررت اني بطلها بقيت كانت بخذ الحليب مزيان تبخرت نسبة كبيرة ديال الماء منه وفي نفس الوقت سوف نحرك مرة ومرة باش ما يلسقش ليدك شيف تنجل وهنا كيف ما كتشوفوا الزد هذا السكر الاصلي اللي كان قوليكم اسمه تقدروا تضيدوا السكر الابيض او السكر الاسمق باش مما بغيتو تحليب يعني لك انتم قادرين تخلى وحتى على السكر ممكن لانه هي حلوة ذاك الخيز في ذاك الحلاوة ذاك الحليب تقوى في الحلاوة ذاك الحلاوة ذاك الحلاوة تعقضوها بلا كخيم باتيسية انا قدرتك مرة مرة نضيف هذه المرة مرة نضيف هذه المرة اعقدتها بلا كخيم باتيسيا هنا يزت هذه الكهوية التي قلت لكم كيف سيضعها من الحليب وتقدروا تزيدوا أضع الحليب المجفف يجب أن تحضر الحليب المجفف وحسيت بأن الحليب جفف يضيف حسب المكسرات مكسرات لحسب المتوفرة ويجب أن يضيف المخار لأنه يضغي وحسيت بأنه يضيف حلال تحضر الحليب المجفف أعطي نسمى زوينة في الاخر وعندما نحرك العافية متوسطة حتى عقاد لي مزيان وحسيت بأن الماء فيه نشف يعني جمعه خيزه مع الحليب والمكونات الخرين جمعه كيف ما كتشوفهنا قدمتها في باول كبيرة سوف ندير تقديم في كيسان فردي كذلك تقديم يبقى على حسب الرغبة الناس اللي يريدون يأكلها فردي في كيسان فردي والناس اللي يريدون باول في حالك سوف نضيف الوصفة الثانية هي وصفة سهلة وتقدروا تديرها حتى في الفريقو كيف ما كتشوفه هنا قدرت كيلو ونص ديال خيزه نفس الطريقة قدرت وفق البوطة حتى انشفت المدياله فحالك نقوله حمرته قدرت تطاح خيزه مزيان ضروري تحركوا مره 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 باش ما يلسق لكم قدرت خيزه كامل توصلوا ذاك الحرارة ويهبط شوية يهرى شوية تطاح خيزه هذا الحلوه تقدروا تديرها تديرها بكيمياء كبيرة وتديرها في الفريقو ووقت ما بعد تخرجوا منها تتخنوها شوية وتعطيها لوليداتكم لا تأكلوها ولا تشربوها في هذه المرحلة الزبدة الزبدة السمنة الزبدة 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 كيف قلت لكم تقدروا تديرها في الفريقو تديرها بكيمياء كبيرة لا تديروش فيها نهائيا نقطر الحليب باش تبقى صالح المدة أطول تديرو فيها الحليب المجفف او لا بلاش منه يعني ماشي ضرورة فهناي فاشطة بليا خيزو زيت هذك السكر وبقيت كن نعاون شوية باش تصل الحرارة ونمعسو شوية بدك سباتولا حتى كي يدوب لي كنتاج مليا مع خيزو وهنا زيت الزبدة الكوك وزيتها ثاني الزبدة كنتاج مليا مع خيزو مع الكوك ينزل قبل كي يكون قاسح شوية يرطاب من الداخل هذه الحلوة لا تأخذ الوقت بزافينة خمسة شلقات ونبس نزيد في المكسارات تقديروه تقطعوهم زيان وتزيدوه كيفما قلت لكم المكسارات يبقى حتى الاخر باش تبقى فيهم تقارميشة في الماكلة ونزيدوه 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 حليب المجفف لانه غير خيزو مع الفواكه الجفة ونزيدوه ونزيدوه أولا فتلاجه اختصر فلسدوه يجب التعبير في المكسارات المكسارات شكرا للمشاهدات السلام عليكم المترجم للقناة المترجم للقناة